شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ملتقى المدارس الرياضي الأول والذي أقيم اليوم بمدرسة بيان البحرين بتنظيم من الاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات وحضر الملتقى سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام وسعادة السيدة روان بن تنجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام لللجنة الأولمبية وسعادة الدكتورة الشيخ مي الاعتابي رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين وسعادة الدكتور الشيخ صاقر بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات بهذه المناسبة أشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بإقامة ملتقى المدارس الرياضي الأول والذي يجمع الطالب الرياضيين من كل الجنسين تحت سقف واحد لما له من إعكاسات إيجابية في تطوير مسيرة الرياضة المدرسية وتعزيز الروابط بين منتسبي مدارس المملكة وتبادل الخبرات والتجارب والمساهمة في الارتقاء بالرياضة المدرسية وأكد سموه أن مستقبل الرياضة البحرينية وتطورها يبدأ من الاهتمام بالرياضة المدرسية من خلال اكتشاف المواهب وتنميتها والعمل على تنظيم بطولات ودورات لصقلها وإقامة اختبارات مستمرة لانتقاء أفضل العناصر وفق أسس علمية صحيحة والاطلاع على أفضل التجارب المتقدمة في هذا الصدد وتفعيل البرامج المشتركة مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز مخرجات الرياضة المدرسية مؤكدا سموه أن حرص البحرين على استضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية الفين واربعة وعشرين وتنظيم هذا الملتقى يعقس المساعي المستمرة للبحرين في تعزيز مخرجات الرياضة المدرسية باعتبارها نواة الأساسية لتحقيق التطور المنشور للحركة الرياضية هذا وكان الملتقى قد بدأ بعزف السلام الملكي تبعته تلاوة من آيات من القرآن الكريم ثم تقديم تعريف شامل بهداف الملتقى وعرض موجز عن دورة الرياضة المدرسية الدولية الفين واربعة وعشرين وكذلك عرض مسودة استراتيجية الرياضة المدرسية